ظاهرة الطلاق أصبحت تعصف بالمجتمع العراقي نظراً للارتفاع التي سجلته خلال السنوات الأخيرة أرقام دقت ناقوس الخطر من تدهور أوضاع الأسرة العراقية أرقام صادمة لحالات الطلاق التي وصلت لأكثر من سبعين ألف حالة سنوياً بحسب مجلس القضاء الأعلى حيث باتت النسبة الأعلى بين القضايا التي تشدها المحاكم في العراق بسبب تفشي الجهل والأمية وزواج القاصرات وحالات الزواج والطلاق خارج المحكمة فضلاً عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للأسر العراقية أهم أسباب تزايد حالات الطلاق كانت زواج القاصرات التي ازدادت في العراق بشكل ملحوظ بعد الهزة العنيفة التي عاصفت بالمجتمع بعد سنة ثلاث وألفين وعلى الرغم من الاعتراضات الدينية والشعبية لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يسعى لإقرار زواج القاصرات إلا أن بعض القوى والأحزاب الدينية ما زالت تسعى لتمريره في البرلمان قاضي محكمة الأحوال الشخصية علي كمال قال إن زواج القاصرات عاد إلى الواجهة من جديد وبشكل أكبر مما شهدته السنوات السابقة مشيراً إلى أن هناك عوامل أخرى تقف وراء أسباب ازدياد ظاهرة الطلاق من بينها الظرف الاقتصادي وقلة فرص العمل وزيادة البطالة أما النشطون في مجال حقوق الإنسان أشاروا إلى أن هيمنة الأعراف العشائرية والطائفية بعد 2003 وانتشار تنظيم عقود الزواج خارج المحكمة من قبل رجال الدين تسبب بمشاكل كبيرة مثل عدم الاعتراف بالأولاد وإهمال حقوق الزوجة كالنفقة وحضانة الأطفال والميراث ما أدى إلى زيادة حالة الطلاق ارتفاع حالات الطلاق صارت ظاهرة خطيرة تنذر بتفكك الأسر ورسم مستقبل مجهول لضحايا الطلاق لا سيما للأبناء الذين سيجدون أنفسهم مشردين بلا رعاية أو اهتمام أسري ترجمة نانسي قنقر